اذا كنت تتذكر ذكرنا ان باران وديلان سوف يقتربان تدريجيا من بعضهم البعض في الواقع هو الى جانب الازدواجية في الكون حقيقة ان ديلان وجد نفسه بين ذراع بران في الحادث الصغير الذي تعرض له هو اعظم دليل على ذلك على الرغم من ان التقارب بين بران وديكان يخلق لحظات جميلة في المسلسل الا ان السلبية لا تنتهي هذه المرة هناك هجوم على الزوجين من ذراع مزدوجة الشخص المستخدم كملقة هو جيهان ان حالة جيهان المتمثلة في كونه شبا بسكين تتجه حقا نحو نقاط لا تطاق الان لا يمكنك الوصول الى هذا القدر من الغاز وعدم التحرك في البداية غسل الفرات عقل جيهان بكلماته وتوجيهاته كما لو ان نهر الفرات لم يكن كافيا فان دريا تشارك في هذا العمل نظرا لان الثنائية يعرف حالة جيهان النقية فهم واثقون من انه يمكنه مستخدامه بسهولة في الواقع سيتم تبريرها ايضا في هذه الافكار سوف يغضب جيهان بران بما سيفعله لديلان العلاقة بين بران وجيهان سوف تتحلل ايضا بهذه الطريقة هنا ينجذب ديلان الى الفخر هدف افرات ودوريا هو وضع ديشان بين الاخوين واعطاء صورة الشخص الذي يفكك بينهما سيجد ديلان نفسه فجأة وحيدا في القصر مرة اخرى هذه الحقيقة التي ظهرت عندما كان بران جالسا بجانبه من قبل ستحول كل الانظار الى ديلان سيتم تدمير ثقة بران في ديلان سيحاول ديلان اثبات نفسه وفضح الوشي لكن هناك الكثير من الاعداء لدرجة انه من الصعب جدا العثور على الشخص الذي فعل ذلك علاوة على ذلك حتى لو وجد ديلان هذا الشخص فسيتعين عليه اثبات ذلك من الصعب جدا القيام بذلك في القصر حيث ينظر اليه على انه خائن لكن هذا ليس مستحيلا ايضا في حين ان الامور تسير بشكل سيء للغاية بالنسبة لديلان فان نفس الموقف يحدث لبران حقيقة ان سيف ديت انقذ حياته هزت قوته كثيرا علاوة على ذلك سيتم ابلاغ الشاب الذي يحمل السكين في القصر بهذا الوضع في جيهان انها مأساة كبيرة اكتشفها جيهان حول هذا الوضع لان كلا من فشيرات وحسن يمكن استخدامه بسهولة من الضروري ان يفعل بران ما يفعله ويهيمن على اخيه عالق في كل هذا الشر مكان ملجأ بران الوحيد هو القوة بران الذي يشعر بالقلق على والده المشلول يتم سحقه تحت العبء الواقع على كتفيه انه حقا يريد حقا والده للحصول على ما يصل والاستيلاء على القصر مرة اخرى لكن هذا الوضع مستحيل في الوقت الحالي اذا لخصنا باجاز فسنر الكثير من شيطانية حسن وفرمرات في القسم التالي من ناحية جهد ديلان لكشف الحقيقة تخميننا هو ان ديلان سيفوز بثقة بران مرة اخرى اذا حدث هذا فان التقارب الرومانسي بين الاثنين سيستمر في اخذ النفس بعيدا عن المكان الذي توقفت فيه اخبر حسن الحقائق لازاده اصبح ازاده مجنونا في مواجهة تبرع باران بالدم لاعدائه حسن لا يعرف كيف يتوقف انه مصمم على استفزاز كل من ازاده وجهان كل يوم في السلسلة يتقدم سلبا من حيث بران وديلان في الحلقة السابقة اكدنا ان مشاعر بران تجاه ديلان قد تغيرت لقد رأينا مدى اعجاب بران بجمال ديلان في الاقسام التالية سنرى عكس هذا الموقف بمعنى اخر تأثير ديلان على بران وتغيير المنظور اذا قلت كيف سيتم تجربة هذا الموقف فهذا يحدث بالفعل بالفعل بادئ ذي بدء كان ديلان معجبا جدا بان بران اعطى الدم السفديت امام جميع افراد الاسرة والعادات بالطبع ما سيفعله بران لن يتوقف مع هذا ايضا سيأخذ بران مرة اخرى القصر باكمله امامه ويعلن انه الى جانب ديلان من المؤكد ان ديلان بران ستعجب بكل هذه التضحيات هذا الوضع الجميل الذي سيواجهه الزوجان سينمو اكثر في الحلقات القادمة سيقاتل ديلان وبران الشر كاتحاد لكن هناك خطر كبير هنا هذا حسن ايضا حسن الذي يحاول اسقاط الشرور التي قام بها القدريت وجميع افراد الاسرة في ديلان يركز خبثه على ازاد هدفه هو استفزاز ازاده وجعله يفعل الخطأ حسن الذي ينتظر في كمين يريد فقط ان يصبح قاضي القصر يمكن لازاده خلعه من عرشه اذا لم يستطع تحمل تصرفات بران بعد الان في هذه الفوضى يبقى التحدي امام حسن على الرغم من ان حسن يضع هذه الخطط الخبيثة الا ان بران شخص قوي للغاية على الرغم من كل المواقف السيئة التي مر بها الا انه لا ينوي الاستسلام للحظة بران الذي كان مصمما على انهاء هذا الخلاف منذ البداية لن يتوقف من خلال مقاومة عائلته وهذه البؤر الشريرة سيجعل ديلان مقبولا في القصر من وجهة النظر هذه فان الحلقات المستقبلية مهمة جدا للزوجين من ناحية فان الصراع مع الشر من ناحية اخرى سوف يمر من خلال التعرف على بعضنا البعض لقد ذكرنا العاب حسن في ملخصاتنا السابقة كان حسن قد احضر جهان من جهة وازاده من جهة اخرى لملأه حسن عزاد الذي كان ناجحا في مجال الجهاد لم يحصل على ما يريد كثيرا لكن حسن لا يستسلم لقد حصل على ورقة رابحة ضخمة لاستفزاز ازاده ولن يفوت هذه الفرصة قبل الانتقال الى لعاب حسن القذرة دعنا نتحدث عما يحدث على جبهة بران يوديلان هناك نوعان من القابلات الشر في القصر واحد منهم كما تعلمون هو حسن والاخر هو دريا بدأت دريا التي كانت مستعدة لفعل اي شيء للحصول على بران العابها ومع ذلك فان دريا غير كثء تماما في هذا الصدد بغض النظر عما فعله لهزيمة ديلان انفجر كل شيء في يديه الطريقة التي ينظر بها براني الى ديلان هي الشيء الذي سينهي دريا حقا لان دريا هو الاسم الوحيد الذي يرى الحقيقة في الوقت الحالي الشيء الحقيقي الذي تراه دريا هو التقارب بين بران وديكان وكل يوم يقترب هذا التقارب الايدي تضرب بعضها البعض على الطاولة جمال ديلان الذي يشبه اميرة خرافة سترى دريا انه بغض النظر عما تفعله فانها لا تستطيع ان تقف في طريق هذا الحب زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات ترجمة نانسي قنقر